استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال اللقاء اطلع سموه على التطورات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى يده الله وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأشهد سمو الشيخ ناصر بالنتائج الإيجابية والمثمرة على صعيد تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون بما يلبي طموحات أبناء وشعوب دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه بالجهود الخيرة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق المنفعة العامة لدول الخليج منوها في ذات الوقت بالجهور الطيبة التي يبذلها الأمين العام وجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم مسيرة المجلس المباركة من جنبه أكد معالي الأمين العام حرص الدول الخليجية على دعم مسيرة العمل العربي الخليجي المشترك تحقيقا للأهداف السامية التي تلقى كل الاهتمام من قبل قادة دول المجلس مشيدا بالاهتمام البالغ من قبل جلالة الملك المفدى وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وأثنى الزياني على الأدوار التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد في تعزيز العمل الخليجي المشترك مشيدا بدور سموه في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين والدول الخليجية شكرا